مرحبا، بطلب من كتار منكم فسرت هيدا الفاصل يلي هو السلعة الاقتصادية باللغة العربية مثل كل مادة علمية بتهدف تحت لتحل مشاكل معينة العلوم الاقتصادية بتهدف لدراسة السلعة الاقتصادية لدراسة النشاطات الاقتصادية الأساسية وأكيد لدراسة مبدأ الأساسي اللي هو مبدأ أداء السوق رح ننطلق من مبدأ أساسي بالعلوم الاقتصادية وهو الإحتياجات كل واحد منا عنده إحتياجات معينة مثل الشرب، اللبس، يمكن أنا أحتاج لسافير، محتاج لسيارة، يمكن أنا جوعان ومحتاج لشي أكل، أما ممكن يكون محتاجة لتليفون مثلا الحاجة هي شعور بنقص معين، كل إنسان عنده بحياته نقص معين هيدا النقص هو الحاجة يلي كل إنسان بيجرب أنه يسددها أما يسكر عزبتنا لكان ضرورة إشباع هيدا الحاجة هو شي كتير أساسي بالحياة وهو الهدف يلي بيخلي العلماء الاقتصاديين يدرسوا النشاط الاقتصادي بكل لحظة من حياتنا الحاجات بتزيد لأنه كل مرة من سدت حاجة في عنا حاجة تانية بدأ تخلق إذا أنا هلأ جوعاني وبيكل بكون عبسد هيدا الحاجة بس بوقت تاني رح أرجع أعطش رح أرجع جوع مرة تاني بالشيطة أنا بحاجة لتياب غير الصيف، بالصيفية أنا بحاجة لتياب غير الربيع فإذا الحاجات هني دايماً بيكونوا عم يزيدوا وهني بطريقة غير محدودة كيف ممكن للإنسان أنه يسدد الاحتياجات اللي هو عنده إياها؟ إذا هو مثلاً عطشان بيروح وبيشتري عنينة مي وبيشرب إذا هو مثلاً بحاجة لتليفون بيروح بيشتري سيلولير إذا هو بحاجة لسياحة بيشتري تيكت وبيسافر على البلد اللي هو بالدوية إذا هو بحاجة لسيارة بيقصد شركة سيارات بعينة وبيشتري مننا سيارة وكمان إذا هو بحاجة لياكل بيشتري غراد معينة لحتى يعمل مننا أكل لكن أنينة المي، التليفون، التياب، السيارة، الأكل، تيكت التيارة هولي كلهم هني من خلانهم قدر الإنسان يشبع حاجات معينة هولي كلهم يلي هلأ ذكرناهن هني من قلهم السلع الاقتصادية الاستهلكية رح نفسر شو هني هالسلع الاقتصادية السلع الاقتصادية هني سلع أنتجت من خلال عمل لكان في أشخاص هني قاموا بعمل معين وأنتجوا سلع معينة حسب احتياجات المجتمع منقول أنه هي أنتجت من خلال العمل لأنه هي منها هبة، منها شيء ما تعبنا عليه، منه شيء نوجد بالطبيعة هو شيء نوجد من وراء تعب أشخاص معينين وأكيد لما أقول أنه بلبوا حاجات المجتمع لأنه كل شيء نحن من صنعه هو كرميل نسكر ونسدد احتياجات المجتمع رح ننتقل هلأ لتصنيف السلع عنا أولا سلع اقتصادية وعنا مبيلة السلع الحرة السلع الاقتصادية هي سلع بتطلب شغل معين لحتى للمستهلك يروح ويشتريها ويستعملها إلى سعر معين لكن هي منا مجانية حيالا الشيء نحن منقدر نشتريه ومندفع حقه هو بيعتبر من السلع الاقتصادية أما السلع الحرة هي سلع موجودة بكميات وفيرة منا بحاجة لعمل معين لحتى لتستهلك موجودة بطريقة كتير كبيرة كتير وفيرة مثل الهوى مثل أشاعة الشمس هي ما بتعتبر أبدا موارد اقتصادية أما مثل ما هلأ قلت السلع الاقتصادية هي السلع يلي بتكون نادرة ما منلقيها وينما كان ما بتتواجد بكميات كبيرة وينما كان لأنها بتحتاج لصناعة وبآخر الفيديو رح نفسر شوي أكتر عن هيدا الموضوع رح ننتقل للسلع الملموسة والسلع الغير ملموسة يلي منقلون بيان ماتيريال اي بيان إماتيريال السلع الملموسة هم السلع يلي أنا لما روح واشتريها بقدر أحصل عليها وإلمسها يعني مثل مثلا لما روح اشتري كتاب من المكتبة بحصل على الكتاب وبقدر ألمس الكتاب يلي أنا دفعت حقه أما السلع الغير ملموسة هي الخدمات يلي أنا ما بقدر ألمسها ولا بقدر إقشعها ولا بقدر شوفها بس أنا عم بدفع حقها وعم بحصل عليها مثلا لما أدفع حق الانترنت ما فيني ألمس الانترنت بس أنا عم بدفع حقها وعم بحصل عليها زي تشي لما ادفع حق مثلا قصة الشعر انا ما بقدر المس قصة الشعر بلمس شعري بس ما بلمس القصة هيده بتعتبر من الخدمات اللي هنه غير ملموسين وبدفع حقهم بس ما بقدر المسهم اضافة الى السلع اللي شفناها في عنا من التصنيفات عنا سلع مباشرة وسلع غير مباشرة لما احكي انا عن السلع المباشرة هنه السلع اللي بيشتريها المستهلك وبيستخدمها مباشرة كرميل يسدد حاجاته ويسدد متطلباته لكن بالتالي هي منتجات نهائية تستهلك لما الشخص يستخدمها ولما الشخص يحصل عليها ممكن من تجار من سوبر ماركت لكن من محلات ما هو بيكون عم بيشتري هيدول السلع لما يكونها اكيد بحاجة لقلق هيده المنتجات هي المنتجات بتكون مباشرة عنا اكيد غير غير سلع يلي هنه السلع غير مباشرة لما انا بستعملن كرميل كون عم بصنع من خلالن سلع مباشرة يعني مثلا انا حتى صنع بحاجة لمواد اولية انا بحاجة لمكانات حتى استخدمها كرميل صنع سلعة معينة وبيعة وهيد السلعة بتكون عم بتسدد مباشرة حاجات العالم المستهلكين كما انه عنا سلع انتاجية يعني سلع تستعمل لوقت طويل مش لمرة ومش لمرتين هو للسلع هنه نستخدمون بعملية الصناعة والانتاج مثل المكانات مثلا اما عنا سلع اخرى يلي هي ما منقدر نستعملها على مدن طويل مثل المواد الاولية مثل الاكل يلي نحنا لما نستهلكون ببطلوا موجودين بشو بتتميز السلع الاقتصادية اول شي رح فسير بمثل اذا نحنا بفصل الشتاء وبهيد الفصل الانسان اكيد بيكون بيعنده احتياجات عالية انه يشتري تياب شتوية حتى يقدر يتدفع ولانه الحاجة بتكون هون كتير قوية فاكيد هيدة السلعة اللي نحنا نشتريها بفصل الشتاء بيكون الى اهمية كتير عالية بيكون الى فايدة كتير عالية ومجرد يخلص فصل الشتاء نحنا ببطل عنا حاجة لنشتري تياب شتوية فعال اكيد هيدة الاهمية تبع السلعة بدأت تنخفض اكيد في عنا ملاحظة كتير مهمة يلي هي انه في عنا اشياء بتضلها كتير مهمة لانه نحنا ما منقدر نستغني عنا وعنا دايما احتياجات قوية لألا مثل الاكل مثل الشرب هيدول الاشياء يلي هني بتعتبر اولويات دايما بتكون هيدة السلعة الى اولوية على غيرها وهيد السلعة دايما بيكون الى فايدة بحيالة وقت لانه ولا ممكن انا استغني عن الاكل ولا عن الشرب بحيالة فصل وبحيالة وقت منشان هيك داي اهمية السلعة هي مربوطة باهمية الحاجة وهولي هني حاجات اساسية هيدا شي بيجعل من السلعة هي اكيد كمان بحيط الحالة اساسية السلعة الاقتصادية هي كمان تتميز بانه نادرة نحن فسرنا بالاول انه السلعة الاقتصادية ما منقدر نلاقيها وينما كان هي مانا سلعة حرة مثل الهواء مانا موجودة بطريقة كتير كتير متوفرة بطريقة كتير كبيرة وهيدا الشي متعلق اكيد بالموارد اللي نحن بحاجة لقلها حتى نكون عم نعمل الانتاج نحن ما فينا نحكي عن السلعة اقتصادية وعن انتاج من دون ما نذكر الموارد ام عناصر الانتاج اللي نحن نستخدمها بالانتاج لإشباع حاجاتنا عنا مثلا عنصر الارد اما كل شي موارد طبيعية عنا عنصر العمل يلي هن بيتميزوا باليد العاملة يعني القدرات الجسدية والعقلية يلي نحن منستخدمها بالانتاج واكيد في عنا عنصر الرأس المال للكابيتال يلي هو المكانات الألات الأدوات يلي منستعملها بقلب الانتاج المصانع يلي نحن منستخدمهم بالعملية الانتاجية هيدولي كلهم نحن بحاجة لقلهم لحتى لنقدر نصنع هيدولي بطبيعة الحال هن محدودين يعني نحن كمان هولي ما فينا نحن نلاقيهم بحياة الوقت منهم متوفرين بكسرة منهم موجودين بطريقة غير محدودة ليش لأنه مثلا الموارد اليد العاملة اليد العاملة هي ما نقدر نحن نستخدمها 24 على 24 الانسان بحاجة ليرتاح لكن فيه وقت معين هو ما بيكون عم بيصنع فيه الموارد الطبيعية ما لنا متوفرة بكل الفصول ممكن نحن مثلا نقطع مننا بفترة معينة نضطر إنه نشتريها من برا الوقت الوقت اللي هي الوقت اللي بحاجة لقلو لتوصل عبلدنا ممكن نكون ما عم ننتج لكن الثالث شغلة هي الموارد الكابيتال الرئاسمالية اللي هي المكانات كمان المكانات والآلات والأدوات اللي منستخدمها هي بحاجة كمان اللي حتى اللي تكون عم ترتاح مثلا مثل الإنسان ما فينا نضلنا نشغلهم 24 على 24 وبما أنه هالموارد هي ما فينا نحنا نستغني عنها لحتى نصنع بما أنه هي مننا متوفرة 24 على 24 ومننا متوفرة بطريقة غير محدودة مما يجعل السلعة الاقتصادية كمان نادرة الوجود ختاما فينا نقول أنه العلوم الاقتصادية بتدرس مشكلة معينة بتدرس الاحتياجات الغير محدودة عند كل الإنسان مقابلة في عنا كمان سلعة اقتصادية محدودة جدا